اشتركوا في القناة ومع ذلك المفدى ضيوف المملكة مرحبا بهم في مملكة البحرين شاكرا لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع الخير المبارك بما يعود بالخير والمنفعة على أمتنا الإسلامية وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا بالدور الريادي الذي يطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة للقضايا الإسلامية والعربية وأكد جلالته أن تلك المواقف نابعة من المكانة الرفيعة التي تتبوأها أو توبوأها الأزهر الشريف منذ قرون عديدة كمنارة علمية ودينية تنشر قيم الإسلام العظيمة في الاعتدال والتسامح والسلام والمحبة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الاصخير هذا اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة ليترأس الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين الذي تستضيفه مملكة البحرين حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات فخامته إلى جلالة الملك المفدى موفور الصحة والسعادة وإلى مملكة البحرين دوام التقدم والنماء بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أصحاب السمو والمعالي أيها الفضيلة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب الذي نستهله بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ علي محمد مظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يده الله بإلقاء كلمة له في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين السادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا اللقاء بجمعكم الكريم لمجلسكم الموقر على أرض مملكة البحرين الذي نعتز بأهدافه السامية وقاياته النبيلة المعبرة عن الضمير اليقظ لعقلاء الأمة مشيدين بدوركم وجهودكم المخلصة خدمة للإسلام والمسلمين في وقت تتزايد فيه التحديات وتتسارع وتيرة الأحداث لتضع الأمة أمام اختبار حقيقي لصوم رصيدها الحضاري مؤكدين ثقتنا في الأوفياء من أبناء هذه الأمة الحريصين على وحدتها ومجددين دعمنا لكل الجهود الرامية إلى جمع الكلمة ووحدة الصف الحضور الكريم وإذ نفخر بانتمائنا لأمة الوسطية ومساندتنا لكل جهد يثري مسيرتها فأننا نعتز بدور المؤسسات الشامقة في رعاية النهج الوسطي الأصيل ونشيد الدور الرائد للأزهر الشريف ورجاله في ساحة الفكر الإسلامي الداعي للاعتدال مثمنين لفضيلة الإمام الأكبر دورها الكبير في هذه المسيرة ومعبرين عن بالق سرورنا بهذه الزيارة الكريمة كما يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة للعراق عن شكرنا العميق للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا تقديرا لما قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز آل سعود حفظه الله من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثلت في حسن تنظيم مواسم الحج عبر عقود طويلة أثبتت للعالم أجمع مدرتها الراسخة على القيام بهذه الأمانة العظمى خير قيام سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخير أمتنا وأمن ورقاء شعوبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة الآن لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولادا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية هذه الكلمة المتواضعة يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بأسمى وأجل آيات الشكر والعرفان بالجميل لما تفضلتم به جلالة الملك من قبول استضافتنا في رحابكم الكريم وبلدكم المحفوف بحفظ الله ورعايته واستضافة هذا المجلس الذي أبدى رغبة وأملا في أن يعقد جلسته الثامنة في هذا البلد الذي يتمتع بتاريخ حضاري عريق إذ كان منذ آلاف السنين مركزا لالتقاء الثقافات وحوار الحضارات وبما ميزه الله به من موقع جغرافي فريد وشعب أكسبه امتزاج الثقافات خبرةً واسعة ودربةً على التوحد والتجمع والاعتلاء فوق الاختلافات والفروق المذهبية والدينية والعرقية وهي ميزةٌ يتميَّز بها هذا البلد الطيب من بين سائر البلدان والأمصار في شرق البلاد وغربها ونرى دائماً والحمد لله أن أهل البحرين تسري في دمائهم هذه الروح التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة المنضبطة بهدي الدين وحكمة الشرق حتى باتت تستعصي على التنكر لتاريخه وميراثه العريق وأصبح هذا الشعب لا يتعامل إلا بالمبادئ والقيم الثابتة التي لا تعرف المقايضات ولا نزوات العرق والعصبية في الوقت الذي لا يرى كثيرون بأسًا من ممارسة اللعب على وتر الضائفية واستغلال العاطفة الدينية في الهيمنة والتسلط ولم يتورَّعوا في انتهاج العنف طريقًا لتحقيق هذه المآرب التي لا تُقِرُّها أخوة الدين ولا العيش المُشترَة وكان الظنُّ جلالة الملك أن تعصم هذه الروابط المتينة هذا الثغر من ثغور العروبة والإسلام من الاهتزازات المفتعلة والاضطرابات المُصطنعة التي لا يُفيد منها إلا أعداء العرب والمسلمين ولا تخدم إلا مُخطَّطات الأنظمة المُتربِّصة شرًّا بالمنطقة وأهلها نعم، كان الظنُّ كذلك لولا أن فريقًا من أعيان الناس رضوا بأن يركنوا إلى منطق المصلحة غير المشروعة وغير المُعتبرة وضرموا صفحًا عن منطق الدين والواجب والضمير وأرجُّ جلالة الملك أن لا يُفهم تشجيعي وتشجيع مجلس حكماء المسلمين لجلالتكم على أنه مدحٌ أو إطراءٌ لا يليقُ بأهل العلم والمنتسبين إليه فيعلم الله أنني ما إلى هذا قصدت لأنني أعي جيدًا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحثُّ في وجوه المدّاحين التراب ولكن أعي أيضًا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ننقص من أقدار الناس وأمره صلى الله عليه وسلم بأن ننزل الناس منازلهم في قوله الشريف أنزلوا الناس منازلهم وفي قوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل ومعلومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا هذا الأدب فإنه يعلمنا في الوقت نفسه أدب القرآن وذلك في قوله تعالى ولا تبخسُ الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين من هذا المطلق القرآني والنبوي أجدني لا أتردد في أن أحياكم جلالة الملك وأشد على يديكم في سياستكم الحكيمة التي ترعى حقوق المواطنة وتحقن دماء الناس وتحفظ وحدة الصف وتوفر الأمن والسلام لشعبك ووطنك فسر على بركة الله واثبُت على النهج الذي اخترته بعد أن هداك الله إليه وهو نهج التآخي والإصلاح والعيش المشترك فهو الطريق الذي لا طريق غيره في هذا المنعطف الذي تمر به منطقتنا العربية وشرقنا الإسلامي هذا وإن مجلس حكماء المسلمين الذي يعقد دورته الثامنة في المنامة ليشاركني هذه الرؤى التي عرضت طرفاً منها ويقلقه ما يقلق كل مخلص من أبناء هذه الأمة مما ألم ببلاد العروبة في السنوات الأخيرة من إصرار أعدائها على تمزيق هذه المنطقة وتفكيكها وإبقائها في مرحلة ما بين الحياة والموت يُشعلون نار الفتنة وحرائق الحروب لتبقى هذه الأمة رهن السيطرة والهيمنة حتى يأتي يوم تجد الأمة نفسها فيه لا قدر الله وجهاً لوجه أمام تقسيم جديد لا يبقى معه عرب ولا عروبة ولا مل الأزهر الشريف ولا مجلس حكماء المسلمين من التذكير الدائم والنداء المتكرر لعلماء المسلمين أولاً وقبل الجميع أن يتقوا الله في شعوبهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية أمام الله تعالى وأمام ضمائرهم في القيام بواجبهم في إنهاء بث خطاب الفتنة والكراهية وإعادة الثقة والأمل في نفوس الناس وليعلم كل منا أننا سنُسأل أمام الله تعالى عن هذه الأمة الجريحة وعن شعوبها المرهقة بالدماء والقنابل والهدم والفرار على وجوهها في الفياف والقفار في غير ما ذنب اقترفته وفي معارك ليس لها فيها ناقة ولا جمال وأسمحوا لي حضرة صاحب الجلالة أن أعلن على لسان مجلس حكماء المسلمين حرص المجلس الشديد بل البالغ الشدة على وحدة الأمة الإسلامية والرفض القاضع لأي عمل أو فكر يؤدي إلى التنازع وإلى فشل المسلمين أو يهدف إلى إقصاء المسلمين عن الإسلام والإبقاء على فريق بعينه ومن حلق بالإسلام لطائفه ومنعه عن طائفة أخرى وأن شعار مجلس الحكماء في هذه الفتنة العمياء المضلة هو شعار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حسم القضية منذ بداية الأمر بقوله الشريف من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته وقد قال شراح في هذا الحديث أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون الباطن فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله حضرة صاحب الجلالة أكرر شكري لكم وأتمنى لكم ولشعبكم الكريم دوام الحكمة والتوفيق في كل أموركم كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها وأسأل الله تعالى الذي جمع شمل هذا الوطن على كلمة الحق والدين وعافاه مما ابتلى به غيره أن يديم على شعبه نعمة التآلف والأمن والرقي والرخاطة اللهم آمين شكرا لكم جلالة الملك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم